السيدة فريهوة التكئة هي من سكان مدينة مغلة كانت تعيش في مدينة كوندر في إقليم أمحرة وكانت تعمل في شركة خاصة التي تستورد البضائع تقول فريهوة أنها كانت قادرة على التوفير لعائلتها وكانت تقود حياة مستقرة حتى تم احتجازها من قبل العصابات الفنب بشكل تعصفي بسبب هويتها في نهايات عام 2016 كنت أعيش في مدينة كوندر في إقليم أمحرة وبالتحديد في منطقة أوزوزو وقبل شهر سبتمبر من عام 2016 أتى البعض من أعضاء عصابات الفنب إلى منزلي وضربوني باستخدام العصى والسكاكين حتى خرج رحمي من مكانه ثم ألقوا بي في مجار المياه وبقيت هناك لأكثر من يومين لقد أخذوا جميع ممتلكاتي في النهار كنت أتوسل إليهم أن يتركوني وحدي وأقول لهم أنني أثيوبية مثلهم ولكنهم أعطوني أذن صم وقال أحد الجنات سوف نستمر في مزق بشرتك حتى نزيل عرق تقري منك تقول فرهوت أن هذا أصابها بشدة لأنها تعرضت لكسر في العظام وتأذت في العين وأيضا تعرضت إلى غيرها الكثير من المضاعفات الصحية أنا الآن في وضع صعب للغاية لقد انكسر عظامي ولا أستطيع أن أرى بشكل جيد إذ لم أحصل على الدواء لا أستطيع أن أشم رائحة الأشياء أيضا لأن أمفي تأذى وبالإضافة إلى ذلك أجد أنه من الصعب جدا أن أسمع لأن أذني يؤلمني بشدة وأنا أيضا أعاني من غدة السلوة الحساسية ومشاكل الأعصاب ولم أستطيع الحصول على الدواء تتذكر قبرة هوت أيضا قصة أخرى من مدينة جوندر حيث ارتكبت أعمال مروعة من قبل العصابات في حق أبناء تيجراي هناك ارتكبت قوات الأمحرة أفعال فضيعة ووحشية ضد أبناء تيجراي في مدينة جوندر فقط بسبب هوياتهم كانت هناك أم تيجراي في مدينة جوندر تسمى بأمينة وكانت حامل وبينما كانت متجهة إلى المستشفى القريب لكي تنجب مولودها أتوا عصابات الفن عندما كانت في الطريق وأوقفوا سيارة الإسعاف ثم جروا المرأة من الإسعاف وقطعوا بطنها وتركوه مفتوحا بعد ذلك لم يكتفوا بذلك فقط وأحرقوا سيارة الإسعاف أيضا فريهوت هي واحدة من بين العديد من أبناء تيجراي الذين تعرضوا لأعمال العنف المتعمدة وكل ذلك فقط لكونهم من تيجراي ترجمة نانسي قنقر